السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين قناة انجليزي كل المراحل وبكل طلاب الصف السادس الابتدائي ميكملي مع بعض منهج time for english المراجعات النهائية مراجعات اخر العام هنحل مع بعض امتحانات المعاصر ونستعد كده لامتحان اخر السنة ان شاء الله وصلت معاكم في قناة انجليزي كل المراحل طلبة الصف السادس الابتدائي 2023 منهج time for english الاختبار 11 تعالوا كده نبدأ يلا وعلى طول بسؤال listening بس هنبدأ الاول نفتكر ايه like ندوس like دلوقتي يا ريت من فضلكم علشان الفيديو يظهر ويلا بينا على طول على سؤال listening بسم الله هنركز زي ما احنا قلنا اول ما هنقول رقم 1 نبدأ برقم 1 هيبقى عنينا على طول على a و b في رقم 1 يلا بينا بسم الله what is the emergency there is a wild dog there is a wild dog in my garden يبقى كده الحل انهي رقم a هنحط عليها طيب رقم 2 why are you hungry because i skipped lunch because i skipped lunch يبقى هنحط السركل عليها رقم 3 اول ما التتشر يقول لنا رقم 3 على طول هنبص على ايه وبيه ونكون مستعدين are you from sal francisco are you from اهي يبقى دي رقم اهي رقم ايه طيب رقم 4 هنختار ايه في رقم 4 بيقول لي did they see the animals did they see the animals يبقى رقم ايه تمام يلا نروح بقى للسؤال التاني وهو listening برضو وكلمة نقصة وبنبدأ نكتبها وده ديالوج يا ولاد بين miss mona وبين بنت اسمها رحاب وتعالوا نشوف هتقول ايه اول حاجة miss mona بتقول please come to the front يبقى انا هنا اهو رحاب بترد عليها بتقول لها okay miss mona miss mona بترد عليها بتقول لها what's your name هبدأ اكتب كلمة name ايه name معناها اسم name تلاقيه في اخر الكلمة بكتبها وما بنطقاش قالت لها i am يبقى اكتب كلمة am انا اكون رحاب سألتها وقالت لها can you write the word the word يبقى هنكتب كلمة 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 معناها word هل ممكن تكتبي كلمة table قالت لها ايه yes i can هكتب كلمة yes اهي بس كده بكل سهولة حلت سؤال listening تعالوا يلا نروح لسؤال number one i ايه so last year انا ايه هنا فيه كلمة دلة اهي last year دي كلمة دلتني على زمن الماضي الكلمة دي هي والفعل الكلمة الدلة هي والفعل مت في اين انهم يجوا في نفس الزمن فهنا last year دي قالت لي على طول اختار فعل في زمن الماضي طب انا عندي هنا اتنين ماضي عندي was وعندي where اختار انهي انا عندي الفعل i انا بختار حسب الفعل الفعل عندي مين هنا i فيجي معا مين was i was تمام تعالوا نحل رقم two نقطة come please خليك هادي لما ابدأ الجملة بفعل فانا لازم اعمل الفعل يكون فين في المصدر من غير اي اضافة خالص احنا بقنا بكل بساطة هبدأ اكتب هنا stay تمام تعالوا نروح على رقم three when i was little عندما انا كنت صغير ماشي i 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 استنوا كده انا ما كنتش بقدر اتهجى الاسمي طيب ركزوا في حاجة هنا انا لازم اختار فعل في الماضي ليه علشان الجملة هنا اهو was was انا لازم في الماضي صح فانا هعمل ايه اختار انا ما كنتش بقدر لان انا بتكلم دلوقتي عن حاجة في الماضي حاجة في الماضي فانا هاختار هنا كده يبقى انا اختارت كده انت ليه عشان هنا was تمام طيب تعالوا نشوف رقم 4 who is who is who is مين اللي ايه and answer it's it's احمد انه احمد يبقى من المتصل who is طالما عندي نص التكوين اللي هو is انا لازم اجيب الفعل في i و n و g بس كده يبقى انا بكل سهولة سهلت على نفسي وجبت اهو i و n و g تمام طيب تعالوا نشوف رقم 5 رقم 5 رقم 5 بيقول لي my favorite a is the banda هي الباندا دي عبورة عن ايه الباندا دي عبورة عن animal عن حيوان يبقى انا هكتب ايه animal اهي my favorite animal تمام اهو طيب تعالوا نروح لرقم 6 he has an overseas هو عنده رحلة ايه عبر البحور flight رحلة طيران اللي هي flight يبقى اكتب flight تمام بعد كده رقم 7 i drink a after lunch انا بشرب ايه بعد الغداء طالما الفعل هنا drink drink يشرب يبقى ايه طالما اشرب يبقى انا هقول ايه اه حاجة liquid حاجة عصير يبقى انا بشرب ليمونات خلي بالكو يا ولاد ليمونات ليمونات عصير ليمون لكن ليمونت لكن ليمونت خدوا بالكو ليمونت ليمونت لأ ليمونت ليمونت نفسه اتفقنا طيب رقم 8 رقم 8 بصوا هنا ايه رقم 8 حسن is a ready for the concert بصوا هنا عندي كلمة getting ready يعني يصبح مستعد getting ready اتفقنا طيب بعد كده السؤال اهي اكتب getting نحط عليها circle هنا بقى السؤال circle the good word هنحط الكلمة المختلفة هنا يا ولاد اول حاجة ولي ولي معناها بطريقة جيدة يعني adverb يعني حال طيب بعد كده عندي slowly slowly برضو ده حال طب sadly sadly بحزن وquite هادي اذا يبقى يبقى well slowly كلهم ايه احوال فالمختلفة هي quiet طيب اكتب ايه بقى حال اكتب quietly مثلا مش شرطة اكتب نفسها على فاكرة يعني المهم ان انا اكتب بس اي حال quietly خلاص طيب بعد كده number two father اب brother اخ انجليش ماددة اللغة الانجليزية وانكل عام احنا شايفين ان father brother uncle كلهم members of the family يعني افراد عيلة فاق المختلفة هي انجليش واكتب بها اي حاجة اقدر اكتب mother مثلا ام تمام تعالوا نشوف رقم two رقم three car عربية وfish سمكة plane طائرة train car plane train كلهم وسائل مواصلات فانا هكتب fish هي المختلفة واكتب اي وسيلة مواصلات تعالوا نكتب وسيلة سهلة كده تعالوا نكتب بس بصوا اكتبوا اسهل حاجة اهي واخدوا الدرجة autobies رقم four slave يعني فعل turn يحود او يلف فعل برضو take ياخذ فعل برضو يعني كده الثلاثة دول افعال يبقى المختلفة نية table وهتكتب فعل بقى اكتب do او go يلا بينا تعالوا نروح على رقم five airport يعني مطور symbols صاغات hospital مستشفى hotel يبقى احنا هنختار كلمة اي بقى بصوا airport hospital و hotel كلهم اماكن يبقى المختلفة اللي هي الالة الموسيقية اللي هي symbols يبقى انا هحط على circle واكتب مكان تعالوا نكتب zoo نكتب bank اي مكان يكون سهل بالنسبالكو تكتبوه اهو bank تمام تعالوا نروح على البسج وركزوا معايا كلمة 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 do you like bandas هل انت بتحب البندا زي ليه هم بيعيشوا in the high mountains of china بيعيشوا في الجبال العالية لبلد الصين ركزوا من القطعة دي تقدروا تكتبوا البراجرافة على فكرة يعني لو جالكوا براجرافة عن البند اهو مكتوبوا قدامكو استفيدوا ركزوا عايزاكوا ان انتوا كده بجد فعلا تركزوا تبقشطار جدا you can انت تقدر see تراهم see them in the bamboo forces في غيبات البامبو there هناك their favorite food طعامهم المفضل is bamboo هو نبات البامبو they can run بقدروا يجرو and climb trees ويتصلقوا الجبال they are not the biggest animals هم مش مش حيوانات اطبر الحيوانات but they لكن هم are famous هم مشهورين around 70 700 to 1000 bandas are alive to die حوالي تقريبا من 700 ل 1000 باندا هم اللي عايشين دلوقتي طيب بعد كده there are many stories بيوجد قصص كتيرة قوي عادية about band باندا children like reading about them والاطفال بتحب تقرأ عنهم تعالوا نحل بقى يلا باندا number one are not the a the biggest animals لسه اريانها حل القطعة سهل قوي قوي من القطعة نفسها مش بتجيب من موخك خالص طيب رقم two there are many about bandas يوجد stories يوجد كصص كتيرة عن الباندا طيب رقم three where اين مهمة قوي نعرف اداة الاستفهام اين do bandas live اين الباندا بتعيش تعالوا كده نطلع فوق فين بتعيش فين اه they live in the high mountains of China اهو بتعيش في اعلى جبال الصين طيب بعد كده رقم four what's the bandas favorite food ما هو طعام الباندا المفضل ها اكيد نبات البامبو الخيرزان اللي هو فين بقى اهو طعامها المفضل اهي their favorite food is bamboo دي رقم four تمام تعالوا كده بقى نروح يلا لسؤال writing هو بيقول لي اكتب عن musical instruments عن الالات الموسيقية وتقول there are a lot of musical instruments يوجد العديد من الالات الموسيقية وتقول مثلا انا بحب اعزف على الاموسيقية معينة انا بتضرب عليها تمام وتقول بقى الحال انا اعزف عليها احبلي بسعادة رقم seven سؤال ترتيب يلا بينا اول حاجة هل بد ساعدة the class الفاصل miss استاذة هو من ويمان اسم بن وين حرف جر يلا نبدأ نبدأ به هو وده اداة الاستفهام هو انا كده هعمل سؤال من هو اي بقى عايزة اقول مين اللي ساعد miss امان 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 اخد بالي ان انا بكتب اول حرف من ايه الاسماء الاشخاص كابيتل تمام امان 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 ان في حرف الجر اكتب ان ان حرف الجر واكتب ازا اللي هي الالف واللم يا ولاد وclass اللي هي الفاصل تعالوا كده بقى نقراها مع بعض يلا ها وهنكتب في الاخر علامة الاستفهام يلا بنا نقراها اه كتبته اللي هي اداة الاستفهام كتبت بعدها هلبت مين اللي ساعد miss امان في الفاصل بعد كده رقمته عندي حسن وعندي don't وعندي up وعندي give انا ببدأ كلامي بدونت ودونت دي معناها لا تفعل عارفين كده لما نقول كده اه في العربي don't لا تفعل تمام اه استواني انا عايز اعمل الفصلة بصوا اه don't سمحوني لان انا مش شطرة خالص في الكتابة على الكمبيوتر اه don't ماشي don't يبقى بعد don't بيجي الفعل على طول يبقى don't give give up اه don't give up ما تستسلمش يا حسن فبكتب قبل حسن كما خلي بالكو انا لما اجي اكلم اخاطب شخص قدامي ويكون في اخر كلامي لي اه الاسم بتاعه فانا بكتب كما على السطر وبعد كده اكتب الاسم اهو ها استنى وكده اه كده عملت الجملة قلت ايه بقى don't give up حسن لا تستسلم يا حسن طب تعالوا نروح لسؤال اول حاجة لازم حرف كابيتل بس هنا مكتوب حرف كابيتل كده ليه؟ دعالوا نكتبها احسن بطريقة تانية بقى اهي اختصار ل تمام اللي هي ار اهي اهي فهو عشان الاي وحط بدلها الاي اللي هي هنا اهو بصوا كده اهي اللي هي فوق السطر فاصلة دايما في الاختصارات يا ولادي الاول حرف من اسماء الاشخاص لازم يكون ايه؟ اهي اهي تين حرف الاس؟ اهو كتبتو كابيتل بس كده طيب رقمتو بقى هنا كود اول حرف لازم اكتبو كابيتل لادر طيب كود نور اندسان دي رايت بايكس بدأت الكلام بفعل مساعد يبقى ده ايه؟ ده سؤال يبقى على طول اكتب علامة الاس تفهم وكده اكون حلت معاكم كل اسئلة التدريب بتاعنا ياربا اكون قدرت افتكم ويا ريت انتو كمان ما تكونوش نسيتوا اللايك للفيديو تمام؟ مجرد ان انتو تدوسوا لايك انتو كده بتساعدوا الفيديو انو هيظهر وبتفيدوا ناس كتير اي سؤال اكتبو في الكومنت وان شاء الله ارد عليكم باي بود اشتركوا في القناة